الثورة في البحرين لا تزال مستمرة وهي موجودة في قلوب الشعب الكريم في البحرين فالجمرة لا تزال متقدة وإن كاد الناظر إليها ربما يتوهم أنه لا توجد فيها نيران ولكن بمجرد أن تمر الرياح عليها أو يطرق أي طارئ فإن لهيب الثورة ولهيب الانطلاق يعود من جديد والثورة في البحرين لا تزال مستمرة التظاهرات لا تزال مستمرة في القرى خصوصا في الليل والشعب في البحرين لم يتراجع ولن يتراجع عن المطالبة بجميع حقوقه العادلة والمشروعة وسيستمر بالمطالبة ولم ييأس الشعب في البحرين ولم يندم ولن يندم أبدا وقيادة الشعب موجودة تتمثل في سماحة آية الله المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم وقرابين الشعب موجودة من شهداء وعوائل شهداء ومعتقلين ومطاردين ومبعدين والثورة مستمرة حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة في البحرين هذه الثورة حققت أمورا كثيرة من أهمها التفاف جميع الشعب حول المطالب العادلة والمشروعة فثورة البحرين هي ثورة الشعب كل الشعب وليست ثورة حزب معين أو فئة معينة أو أطراف خاصة وباستمرار الانطلاقة وباستمرار المسيرة وبازديار الظلم آل خليفة في البحرين توحد الشعب حول المطالب العادلة والمشروعة وأدرك الجميع ضرورة التغيير هذا من أهم إنجازات الثورة الذي يؤدي إلى تمسك الناس بمطالبهم العادلة والمشروعة نعم نحن نحتاج إلى الصبر الاستراتيجي لأن الثورات بطبيعة الحال عمورها طويل وتحتاج إلى صبر وتحتاج إلى وعي وبصيرة وإن شاء الله هذه الأمور موجودة في القيادة وموجودة عند الناس إن شاء الله تستمر الأمور وإلى الأمام لا يحسن الإفصاح عن الاستراتيجية في الإعلام ولو كانت لدينا خطط استراتيجية أو تكتيكية لما أعلنناها بشكل عام لكي يعرفها العدو الخليفي ولكن يكفي إيمان الناس بقيادتهم العادلة المتمثلة في سماحة آية الله المجاهد الشيخ إيسى أحمد قاسم الذي وصفته وثائق ويكيليكس نقلا عن السفارة الأمريكية في البحرين بأنه الرجل الغامض العنيد فهو غامض لأنهم لا يدركون ماذا يريد أن يقدم عليه وهو عنيد لصلابته وشدته في ذات الله إذن الثورة مستمرة القيادة مستمرة وإن شاء الله ستعبر بنا إلى بر الأمان لقد أوصى سماحة آية الله المجاهد الشيخ إيسى أحمد قاسم بالسلمية وقد أكد مرارا وتكرارا على أهمية التمسك بخيار السلمية وقال لم أوصي بشيء كما أوصيت بضرورة التمسك بالسلمية نعم بعض فصائل المعارضة طرحت خيار الكفاح المسلح وهذا خيارهم إلا أن عامة الشعب الكريم يدين بقيادة سماحة آية الله المجاهد الشيخ إيسى أحمد قاسم الذي أوصى بضرورة الاستمرار بالسلمية والتمسك بخيار السلمية إذن خيارنا خيار التحرك السلمي في البحرين ولا نحجر على أي أحد إذا اختار خيارا آخر فهذا حقه للأسف الشديد الأمم المتحدة والمحافل الدولية مرتهنة للقوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والكل مرتهن للمال والبتردولار السعودي والسياسي فالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسعودية تؤثر كثيرا على قرارات الأمم المتحدة وقد شهدنا موقفهم من أطفال اليمن حينما تراجعت الأمم المتحدة عن إذانة النظام السعودي لتدخل السعودية بمالها وضغط الولايات المتحدة لذلك نحن لا نعول على الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي نحن نعول أول ما نعول على الله عز وجل ومن بعد الله نعول على إرادة شعبنا ودماء شهدائنا وجهاد أبطالنا في الميادين هذا أكثر ما نعول عليه نعم لا بد من التحرك على المحافل الدولية والمعارضة البحرانية هي من أنجح المعارضات في ملف حقوق الإنسان في جنيف ومجلس الأمم المتحدة الأمر بالعكس فهناك تصعيد غير مسبوق من نظام آل خليفة في البحرين صدور أحكام الإعدامات محكمة التمييز تؤيد قرار إسقاط جنسية آية الله الشيخ إيسى أحمد قاسم وقرار حبسه الكثير من أحكام المؤبد وإسقاط الجنسيات هذا التصعيد غير المسبوق والتحويل على المحاكم العسكرية يرنو منه النظام إلى الاحتفاظ بأوراق كبيرة وثقيلة تعينه عند التفاوض فإذا ما أجبر على الجلوس على طاولة المفاوضات في المستقبل فإنه يحتفظ بالكثير من الأوراق وهذا التصعيد يكشف عن ضوء أخضر أمريكي وسند سعودي وإماراتي لنظام آل خليفة في البحرين فنظام آل خليفة في البحرين الآن يسابق الزمن فيما قبل انتخابات اكتوبر عام 2018 ميلادية فهو يريد أن يحسم جميع الأوراق أمنيا قبل قدوم الانتخابات المقبلة وقبل أن يجبر على التفاوض والجلوس على طاولة المفاوضات لا يوجد حاليا حوار ولا توجد مفاوضات والسلطة قد أوسطت جميع الأبواب ومن جهتنا الظروف غير مهيئة للحوار والمفاوضات فنحن لا نريد حوار السيد والعبد وإنما نريد الحوار الذي يكون فيه الند إلى الند ويفضي إلى تأسيس دعائم دولة القانون وسيادة الشعب وأما الحوار الذي يسود فيه السيد على العبد فهذا حوار الطرشان الذي لا يزيد الأزمة إلا مزيدا من التأزيم ترجمة نانسي قنقر